نحاول نقول لكم كده على شوية نصايح ممكن ان احنا نعملها علشان نقدر ان احنا نعقم الاطعامة دي او نتأكد انه على الاقل خلاص الاسطح سليمة او الاكياس مفيش عليها اي فيروس لتقدر الله اول حاجة طبعا ودي حاجة يمكن بغض النظر بقى ان احنا بنخسل اكل او بنخسل خدار او فاكا دي حاجة احنا بنقولها على طول نحنا لازم قبل اي حاجة نخسل ايدينا بمية وصابون لمدة 20 ثانية ده امتى ده قبل ما بنطلع الحاجة اصلا من الاكياس وكمان بعد ما بنخلص غسيل الخدار او الفاكهة او ان احنا بنمسح الحاجات دي دي اول نصيحة بالزبط كده بصوا بقى احنا ايه يعني نعارف ان احنا الفترة دي مركزين جدا على النصايح ونستحمل بعض معلش عشان نعدي لبرا الامان اهم حاجة وانت نازم البيت كده ورايح ومهيئ ان انت خلاص قررت ان انت قبل الحظ رايح تشتري بعض المشتريات للمنزل عندك لازم فيه اجراءات بقاية تعملها دي لابده منها وهو كمان اكدها قال ايه قال اهم حاجة وانت رايح لازم يعني الكمامة دي تبقى رقم واحد بالنسبالك لو فيه اماكن مزدحمة وكمان لو فيه جوانتي عندك لو ما فيش جوانتي يبقى معاكل جل او معاكل سبري او معاكل المطهر دايما ان انت اتعقم ايديك وده مهم جدا ومش معنا ان احنا روح نشترينا حاجات خلاص يبقى كده الموضوع واقف لحد هنا لا سيادتك هتاخد الكمامة دي وهتشيلها تحطها في كيس هي الجوانتي واخلصنا ونقفل عليها ونرميها في مكان بعيد عن الحاجات اللي احنا ممكن منتناولها او قريبا مننا بسكت مقفول بسكت متغطي او طبعا انا حاجة من عندي زيادة يعني اول ما نخش باب الشقة نلع الحزاء وننعقم نفسنا وزي الفلق وربنا يا عبدين الفاروق يا جماعة مش بيشك حل في ادينو على جسر اهو 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 ماشي بيه على طول اهو بص مش عيب وانت ماشي كده اهو الله جد مش عايزة شويه اهو طبيعي جدا لان احنا الايام دي اهم حاجة الوقاية لنا كلنا دي اهم حاجة وطالما أنا بقول حاجة لازم أكون أنا مقتنع بيها عشان خاطر برضو السلامة جينا كلنا بإذن الله طيب فيه برضو يمكن نصيحة تانية وهي أنه الحاجات اللي بنجيبها من السوبر ماركت يفضل أن احنا نسيبها كده على جنب لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات قبل ما نفك الأغلفة بتاعتها يعني لو جيبين مثلا حاجة جوا كيس نسيبها خالص الساعتين أو الثلاث ساعات دول وبعد كده نبدأ أن احنا نطلعهم أو نخسنهم على حسب برضو بقيت النصيح أو التعليمات اللي هنقولها لكم دلوقتي مظبوط جدا طيب أهم حاجة نغطي زي ما قلنا الفم والإيدين وكمان أثناء العطس طبعا مهم جدا يكون معك منديل يعني هارجع أقول أكتر حاجة بقى يعني أنا مش حاب أقولها بس هقولها دي عشان أصعب الظروف لو إحنا معناش منديل أو حاجة ممكن نعتص فيها كده ما تعتصش في وش حد أوعى أو جنبك هيبقى برضو الفيروس ممكن ينتقل ويقف الأرض أو على حاجة تانية حد ممكن يعني لقدر الله يتعدي أضعف الإيمان لو معكش حاجة كده ومعنى أن أنت عطست هنا من هو ما راحش لأ أنت سيعتك هتاخد ده أو ما تروح هتعقمه يعني يا فندم وحضرتك أول لو معك يعني أصعب الظروف معناش منديل هنعمل كده والحاجة اللي احنا عطصنا فيها دي لحد يلمسك ولا أنت تلمس نفسك وتروح تحطها تعقمها وتغسلها طبعاً مع الحاجات التانية اللي هي برضو نفس القرائبة أو الشبيهة ليها لكن مش مع اللبس التاني بالضبط يكون على درجة حرارة معينة للبس تنظر